تواصل هيئة تحرير الشام الأرهابية جبهة النصرى سابقاً هجماتها البرية على مناطق ومواقع تمركز قوات الحكومة السورية بريفي حلب وإدلب شمال غربي سوريا في تصعيد يعتبر الأعنف منذ أربع سنوات فيما تثار التساؤلات بشأن توقيت هذه العملية المفاجئة وأهدافها وفي أحدث التطورات أفادت وسائل أعلام إيرانية بمغتل قائد المستشارين في الحرس الثوري الإيراني كيو مارس بورهاشمي خلال هجوم على ريف حلب الغربي دون ذكر مزيد من التفاصيل وتحدثت مصادر محلية عن سقوط عشرات القتلى في المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة والنصرى وأخواتها من الفصائل التابعة للتركيا من جهة ثانية ومعظم هؤلاء القتلى من الفصائل المهاجمة كما أفاد المرصد السوري بفقدان عدد من المدنيين لحياتهم بينهم أطفال جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي الروسي على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي كما سقط عدد من المدنيين في مدينة دارة عزة بهجمات روسية مماثلة وفي أول تقدم ميداني من نوعه منذ سنوات سيطرت هيئة تحرير الشام الأرهابية وفصائل أخرى مسلحة تابعة للأحتلال التركي على عدة مواقع تابعة لقوات الحكومة بما فيها الفوج 46 ومواقع أخرى أعتبرها المرصد السوري بأنها ذات أهمية استراتيجية لقربها من الطريق الدولي M5 وباتت على مشارف مدينة حلب وبحسب مصادر ميدانية فقد تمكنت هيئة تحرير الشام الأرهابية من تدمير راجمات صواريخ تابعة لقوات الحكومة السورية في مدرسة الشرطة ببلدة خان العسل بريف حلب الغربي إلى ذلك استهدف عناصر الهيئة والفصائل الأخرى مواقع لقوات الحكومة في مدينة سراق بريف إدلب وسيطروا على قرية شابور بعد معارك عنيفة وسط محاولات لقطع خطوط الإمداد المرة من الطريق الدولي فيما شنت طائرات حربية روسية وأخرى تابعة لقوات الحكومة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من ريفي حلب وأدلب كما استهدفت قوات الحكومة السورية بالمدفعية الثقيلة نقطة عسكرية تابعة للاحتلال التركي في بلدة كفرلاتا بريف إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية هذا وقالت وزارة الدفاع السورية أن قواتها تتصدى لهجوم واسع تشنه تنظيمات الإرهابية المنضوية تحت جبهة النصرة في ريفي حلب وأدلب وأضافت في بيان أن الهجوم الذي بدأ صباح الأربعة نفذته أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة